جنبنا محطة الماء على بودة كيلو بالزبط قمت الساعة نو نص بالليل لقيت الراحة خنوة تخنونا في البيت بعدين الأسعاف جات مبارة خارية ناس من شغالة جنبنا بعد كده صباحنا الصبح لقى الزراعة بتاعتنا محرقة كلها والبهاي متاكل منها والسمك في الترعة مات وتفضل شتدتك سبب كله مات اهوت ده اللي احنا شفناه الصبح النهاردة ده كله اللي حصل بقوله السبب لقى مبوبة كلور غاز مرمية في الترعة مركز اللين جايبة هنا عندنا تصرب عندنا هنا عشان يحدمها في المية بعد ما المية اللي في الترعة ناشفت الغاز صلح في الهواء تضر اللي حصل ده كله هو اللي عمل كله والسرر في السمكة عارضت لك تشايفه اللي سمحت بقولك انبوبة كلور فسدت وجابها يرموها هنا في الترعة عشان تفضل هنا ده الكلام اللي انا سمحت إنما انبوبة من المحطة صربت لا اللي سمعناه انبوبة كلور من جلين جابوها حطها في الترعة عشان تفضل المية لما ناشفت بعد عن التصريب كلور طلح فين طلح في الهواء الانفجار اللي حصل ده يعني البهيم تاكل ازان يعني ياكلوا ايه دلوقتي حياكلوا ازان ما احنا مش عارفين مش عارفين نعملوا ايه دلوقتي بصراحة احنا من كفر مشايق من كفر مشايق مركز قليق وحافظ الكفر الشيء انا عندي في الدم برسيم راح من بابه والبهيم تعباني والبرسيم من حرق خالص واحنا مش لاجين البهيم وجفت والبهيم تعباني احنا باقي هنروحوا فين ونجوا من ايه نجوا من اين ونروحوا فيه احنا نروحوا فين ونجوا من ايه الناس بتقول محطة دولة طولي طول اللي النايمي والانبوبة يسربت منه وما ادوروش وزرعتنا باطت خالص انبوبة قروه انبوبة قروه ما ينفحش تعالوا يا ناس غتوني غتوني يا ناس البهيم ماتي البهيم ماتت والزراع ماتت كله نحرجي ترجمة نانسي قنقر